مصري اه الجديد الريف المصري الجديد ده هنشوف اسعاره ايه في الكاتالوجي العالمي المتوسك بمتوسك من اه الخزانة العامة ودار السك ودي عملات ماد حدش يبيع قلي منها زي ما بقول وفي اخطاء كترة طبعا احنا مش هتكلم على الاخطاء انا هتكلم على السعر العادي بتاع العملة العادية خالص تمام اه دي منه اخطاء كترة متنوعة اخطاء شائعة اخطاء اه نواد اخطاء الشائع ده يا جماعة اه ممكن يزيد خمسة جنيه عشرة جنيه بكتير زي زاد يعني انما الخطأ النادر هو اللي بزيد الضعف والضعفين كمان فالعملات دي ببقى اخطاء كتيرة زي مسلا انحضار في العملة قشط اه العملة بتبقى مقلوبة معكوسة يعني اه ممكن طبعا تلاقي منها عملة من معدن واحد اوقات الانصاص دي ممكن تلاقي منها معدن حديد تمام زي ما شفنا في الجنيه ممكن تلاقي من دي برضو اه اه حديد ممكن تلاقي منها انحاس ما بي القطشي انما الاغلبية من العملات الحديثة كلها بالقط تمام يعني مماغنط يعني فممكن تلاقي فهم انا نوادر بالنوادر دي انا قلت ابعته الاخطاء بتاعكم ليا لشان اعرضها لكم محدش بيسأل عشان اقيمها لك اشان اقول لك سعرية عشان منها ان انا بعرض لك عملتك على القناة ممكن حد يعوزها من الهواء ممكن بتاعنا بها بفيدك انما للاسف محدش بيعرض لك اعمل فيديو بس ده واحدة عشان اعملك الكلام ده كله وعرضه لك على القناة عندي بعرض عملتك هاي عايز ايه مش فهم الله فهي يعني كلمت كتير واحد يقول لي اشتري العملات بتشتريش ليه امشتريش انا مش مقبر ان اشتري منك عملات صح ولا لا اشتري من الف واحد عملات اشتري من الفين واحد عملات ازاي يعني انت لو مكان . عملة متشترون بشي له. ما تشتري العملة وانا اسيب لك فقه 5 جنة. 5 جنة و 10 جنة. حدي بشتري 100 عملة بالله عليك. ما تروح تبعهم في السوق بكل وراه وقى دماغك. وخلاص كيل و بميت جنوان و بمية وعشرين جنوان وراه وقى دماغك. حدي بشتري 100 عملة. حدي بشتري 100 عملة. الناس بتشتري نوادر. الناس بتشتري عملات كده هكون نادرة. مش عملة موجودة مع الدنيا كل ما? وانتصبروا. العملات هتزيد. هتزيد ليه? عشان الدولار في ز. الدولار زاد العملات دي بتزيد لانها من معادن وبتاع وكلام ده والعوية البلاستك هتنزل العملات ده كلها هتزيد. هتطلب الله فيهم الايام. todos Balomwe عملات ولميت من لون الباقي لو ولسخ اله في العملات ولا عارفين حاجة عملة ولا ثقافة ولا معلومات ولا اي عاج وانا ما كانت شو العملات ده وصلتك ولا وصلتني صحة ولا لا. لو كان كله عارف كان عانها معه عشان عارف انها هتزيد او عارف انها هتتباع وكان كله والله كنت لقيت العملة بتجيب 100 جنيه والف جنيه لو كان كله تباع انما عشان هي متواجدة بس كتير ومعانة ومع الناس كله مش عارفة قيمته انما لما العملة البلاستيك تنزل كله ده هيتباع بقدي كده والتجر اللي بتبغض دلوقتي هياخدها منك بمية جنيه وانت هتتحكف وتقول له 200 جنيه هياخد عشان هو يعرف الصرفة ويكسبها 120-30 جنيه هيكسب زي ما بيكسبها دلوقتي تمام العملة دي يا جماعة نشوف اسعارها ايه في الكاتلوج العالمي ده مش موضوعنا الوقت ولا الاخطاء ولا الكلام ده انا بنتكلم فيه بعديه العملة ديت علشان نبقى عارفين نعرف الاول مصنوعة ديت من ايه من النحاس المطلي بالفلاس دي الناس بتقول لي دايما نقول يعني اتسك منها ديت الوزن بتاع 6.5 جرام القطر بتاعها 23 ملي السمك بتاعها يا جماعة 2.3 ملي عدد السك من العملة دي اللي هي بتاع الريف المصري الجديد الريف المصري الجديد ديت اتسك منها خمسة وعشرين مليون قطع خمسة وعشرين مليون قطع وسعرها في الكاتلوج العالمي بالضبط مكتوب 23 جنيه وخمسة وتمانين قرش كام 23 جنيه وخمسة وتمانين قرش بالضبط ما بجيبلك بالضبط زي ما بيبقى مكتوب في الدولار مسلا 20 دولار وخمسة وخمسين سنت مش بتبقى كده وهي نفس الشيء كده الكاتلوج بينزل اسعار العالم كلته مش احنا بس في يعني ده سعرها من نقول نبيعه بعشرين جنيه توصل خمسة وعشرين جنيه وممكن توصل لتلاتين جنيه واكتر من كده وده في الكاتلوج العالمي هو متوسق وممكن تزيد حسب الحالة واللي ببيعه وبيشتره وحر والتفاوت بينهم ومحورين ان شاء الله ببيع عملتك بخمسة جنيه انا مباقولش اكتر من الحق وباقول ان العملة دي تتعمل بكدا تقول لأ محد ش بشتري محد ش ببيعه ان شاء الله محد تشتري العملة معك تزيد معهم هي تبص معك تزيد تبيعها انت الخسراء بس وخلاق بيع انت العملة من تشاريها بالوفاة العملة دي من تشاريها نص جنيه او جنيه او خمسة جنيه او حاجه زي كده عملة معلش في الكلمة حتى العملات القديمة برضه والدك سايبها لك والدتك سايبها لك انت ما تشارع حاجة ما انتش خاص عليك ما بتاكلاش وتشربها كل يوم تمام عين العملة معك كده هتزيد هتطلب في يوم الاياه ما تبيعش العملة دي اقل من عشرين جنيه خمسة وعشرين جنيه هتقول لي مش عارف ايه روح بيعها ببكير روح بيعها بخمسة جنيه انت حرك و راح تحرف عملته تمام انا بقول اللي عنده خلاص وتمنى ان اكون بجيب لكم كل جديد وتمنى ان اكون بافتكم في كل اللي انتوا عايزينه